اهلا بكم مشاهدين الكرام مجددا اذا في الجزء الثاني موضوعنا الثاني لحلقة اليوم هو حول التضامن مع المسلمين في بورما الذين يعانون من حملة ابادة واضطهاد غير مسبوقة في التاريخ طبعا القاضية البورمية في تلخيصها اقلية مسلمة تعاني من اضطهاد تمارسه عليها الاغلالين البوذية في البلاد طبعا الاقلية المسلمة تتركز اساسا في اقليم اراكان وهو اقليم منذ القديم وفيه جالية وفيه تواجد اسلامي كان هناك الكثير من التطورات في بورما معاناة باقي كل الشعب البورمي من حكم عسكري يبدو انه لما حلت القضية بين الشعب وبين العسكر وجاءت مستشارة للحكم مدنية الحاصلة على جائزة نوبل السلام حتى بدأت الانظار البوذية تتجه نحو المسلمين وتراهم مهددا لتركيبة هذا البلد رغم انهم عاشوا في سلام وفي وئام وفي وحدة وطنية لقرون عديدة في حلقة اليوم ربما لن نتحدث عن القضية البورمية وعن مسلمي اراكان من زاوية السياسية ومن زاوية التطورات هذه المرة نتحدث عنها من مقاربة انسانية خصوصا انه فيه عمليات اغاثة وقوافل اغاثة من هنا من الجزائر اولى العمليات وقوافل كانت قبل شهور نعم قبل شهور ربما كان الكثير من الجزائريين لا يسمع بالقضية البورمية لا يسمع بالتطورات التي تحصل هناك وفيه ان شاء الله قافلة اخرى نتحدث عن جمعية هي ربما من رعت القافلة الاولى وترعى ان شاء الله القافلة الثانية جمعية الارشاد والاصلاح التي يحضر معنا في هذه الحلقة السيد محمد قاضي وهو مكلف بالاعلام على مستوى هذه الجمعية سيد قاضي مرحبا بك اهلا وسهلا اهلا بك معنا سيد التضامن مع بورما ربما الكثير في وسائل التواصل الاجتماعي في الشارع في الاعلام الجزائري بدأ الاهتمام بهذه القضية بدأ ينظر الى الشعب البورمي بعين التضامن وبعين التعاضل الاسلامي المطلوب اليوم بدأت حتى تنفيذ وتصريف هذا الدعم على المستوى الانساني وعلى المستوى الاغاثي انتم كجمعية بدأتم مبكرة منذ شهور قبل حتى ان تطغى هذه القضية على الاعلام بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لكم كمؤسسة البلاد على هذه الاستضارة فوحة نتكلم عن هذه القافلة مرحبا بك وعن القوافة الاغاثية التي تقدمها لو نتسيرها هيئة الإغاثة الجزائرية التابعة لجمعية الإرشاد والإصلاح الى مختلف دول العالم الى الشعوب المستضعفة والشعوب الفقيرة في مختلف أرجاء العالم قوافل جمعية الإرشاد والإصلاح الى خيمات روهينغا المسلمين روهينغا والأقلية المسلمة المضطهدة في بورما هذه القوافل كنا سعينا منذ سنوات كثيرة أن نصل إلى هذه الأقلية أن نصل إلى هؤلاء الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وذنبهم الوحيد هو وجودهم في مجتمع بوذي مجتمع أراد أن يبيدهم أراد أن يستأصلهم نعم هم توجدهم كان قبل سنوات حوالي خمس ملايين مسلم روهينغي الآن نتكلم عن مليون وبضعة الآلاف نصفهم هجغ إلى المخيمات البنغالية يعني في بنغلاديش ونصفهم الآخر يعاني الأمرين يعاني مرارة التعذيب والتقطير الجماعي ومرارة أيضا حتى اللجوء في ظروف صعبة وصعبة جدا رأيناهم كيف يعبرون الأنهار كيف يعبرون مداري مائية تسكن خطرا على حياتهم طبعا لا ملاذ لا ملاذ وسط العالم يتفرج والمسلمون يتفرجون والمنظمات الأممية تتفرج طبعا يريدك أن تكلمنا عن القافلة الأولى كيف جاءت مبادرة كيف أصبحت قضية مسلمي بورما مسلمي أركان أولوية لدى جمعية جزائرية تبعد عن بورما بألاف ألاف الكيلومترات عشرات ألاف الكيلومترات كيف جاءتكم قضية بورما وأصبحت أولوية ونظمت القافلة أنا قلت لك في البداية أننا عندنا عدة سنوات نحاول أن نصل إلى هذه الأقلية لأن أزمة المسلمين روهينغا ليست وليدة اليوم أو وليدة الأمس وإنما هي وليدة لكن الإعلام هو من جعلها ربما حديثة في نظر البعض لأنه بحكم تراكم ما يحدث فيها من قبل 82 في سنة 1982 المسلمين روهينغا منعوا من أخذ الجنسية ومن هناك بدأت المعالنات تتفاقم وتكبر أكثر فأكثر فجمعية الإرشاد الإصلاح بحكم التقارير التي تصلنا من داخل بورما ومن بانجلاديش ومن عدة مؤسسات وجمعيات تعمل في الشأن الاجتماعي وفي الشأن الإنساني نحن قررنا أن نسير قوافل ليست القوافل الأولى فقط وإنما القوافل الثانية وإن شاء الله الثالثة والرابعة كيف بدأت أو التواصل مع الجهة بورمية أنتم كجمعية الأرشاد الإصلاح كيف التقيتم كذا واتفقت مع الجهة بورمية محددة وقلت لهم نحن سنمدكم بإعانات محددة كيف حصل هذا التواصل التواصل مع الجهة بورمية هو سيء نوع المال بحكم أنهم يمنعون الجوازات العربية من دخول هذه بورمة رسمية بورمة رسمية طبعا وإنما ولكن هناك جهات داخل بورمة هي جمعيات ومؤسسات أراكانية تعمل داخل بورمة في مينمار وتعمل كذلك في خارج بورمة نحن تواصلنا معها بدأ بحكم التقاءنا في الملتقيات والتجمعات التي فيها جمعيات تعمل في الشأن الإنساني فبدأت التواصل التعنام معهم بدأت القافلة الأولى نفذنا القافلة الأولى في شهر مارس تحضيراتها بدأت قبل تقريبا ثلاث أشهر هذه القافلة كانت تحمل مساعدات إنسانية غذائية مستعجلة نحن حاولنا أنه نمشي في القافلة هذه يعني بوفد من هيئة الإغاثة الجزائرية يمشي في هذه القافلة لكن قلت لك أنه وجدنا صعوبات في أخذ التأشيرة وصعوبات كذلك بحكم أنه السلطات البرمية تمنع دخول العرب والمسلمين إلى من عن هكذا أنت عربي مسلم ممنوع عندك جواز عربي ممنوع أنك تدخل حتى يعني بعض المؤسسات الإعلامية مثلا حتى شبكة الجزيرة رفضوا حتى دخول الصحفيين العرب بأسماء عربية دخلت الجزيرة إنجليش العالمية بأسماء أجنبية ولكن حتى القنوات اللي رأي تدخل ما يخلوهاش تدخل بمرافقة لا ما يخلوهاش تدخل للأماكن اللي فيها التعذيب والأماكن اللي فيها التنكيل والأماكن اللي يصطهت فيها ويباد فيها العنصر الروينغي المسلم فلهذا يعني حتى الفيديوهات اللي أنا نشوف فيها في موقع التواصل الاجتماعي أو الفيديوهات التي تصرنا لا هي فيديوهات من هواتف هذا فقط يعني ليست من تقارير يعني حتى التقارير اللي جينا من داخل بورما يعني هي تقارير شخصية يعني ما تكونش بوسيلة إعلامية ليست بوسيلة إعلامية من قدوش ندخل إحنا يعني ليس مش معناها أنه من دوش معنا من رسلوش المساعدات والمسلمين الروينغيين كانوا يعني في أمس الحاجة إلى تلك المساعدات فإحنا رسلنا هذه كانت اتصالتنا مع الإخوات داخل عراكان فارسلنا عن طريق بنجلاداش ووصلت هذه المساعدات ووزعت الحمد لله الصور وفيديوهات وكذا والتقارير وصلتنا على عدد المساعدات وعدد السلة الغذائية من يدخلها من بنجلاداش إلى بورما؟ هناك مخيمات في الحدود في الحدود البورمية وكأنها تهرب تهريب لا ليست تهرب وإنما تدخل أقول لك نحن نتعاون مع المؤسسات المجتمعية من ماليزيا من بنجلاداش من تركيا من عدة دول هم يتولون يستطيعون الدخول يستطيعون الدخول فيكون عمل مشترك معهم هم الذين يدخلونها في المرحلة هذه في القافلة الثانية التي أطلقناها منذ أيام فقط هذه القافلة نحن نريد أن ندخل مساعدات غذائية ومساعدات صحية وكذلك مساعدات تربوية كيف ذلك؟ نحن الآن في مشاريع أطلقناها القافلة في حدتها قافلة فيها دخلها عدة مشاريع السلة الغذائية ما هي الأولويات حاليا؟ الأولويات أنا لا أعتقد أن ربما التربوية على أهميتها ربما على المدى المتوسط البعيد لكن الآن نرى أناس حفاتاً عراتاً مجرورين مرضى يعبرون الحدود أنا كلمتك على أقول أنه فيه أولويات غذائية في الدرجة الأولى وصحية نحن هذا اللي أهمنا في الدرجة الأولى ثم معهم تكون تلافقهم مساعدات تربوية لها ما ذنب الطفل الصغير البورمين اللي هو مسلم لكن السنوات تخليه دايماً يبقى في جهله وما يتعلمش ما ذنبه هو كطفل نحن نتصور أن هذه الدولة التي لا تعطي جنسية لمواطنين أجداد أجدادهم مولدوا فيها اللي يمكنها أن توفر لهم التعليم بأي حاجة لكن نحن أخذ لك نحن ستوصلهم بإذن الله كما وصلتهم في القافلة الأولى مساعدات غذائية مساعدات صحية وكذلك ستصلهم مساعدات تربوية كيف ذلك نحن نحاول أن نرسل لهم ما يستطيعون ولو على الأقل أنهم يدرسوا بأبنائهم ولو في كتتيب صغيرة ولو في جلسات مع ناس عندهم ولو قدر معين من العلم هذه على حسب ما فهمت منك أن المساعدات لا تذهب عينية من هنا من الجزائر إلى بورما بأي شكل يتم نحن الآن المساعدات لا تستطيع أن ترسلها يعني من الجزائر إلى بانجرادش ثم إلى بورما أو إلى أراكان لأنه هذا سيكلفك أكثر من القافلة يعني تكلفة نقلها النقل والشحن والرسوم نعم في جمعية الأشهر للإصلاح نحن نأخذ نجمع له الآن المساعدات المالية وهنا عندنا حساب بريدي خصصناه فقط للإغاثة وهذا الحساب منتشر في وسائل التواصل الاجتماعي التابعنا وحتى ممكن في القنوات ممكن نعطوه للقناة تصل هذه المبالغ المالية تصل إلى المبالغ إلى الحساب تأخذ هذه المبالغ مباشرة تمشي إلى يعني نمشي إلى البنجلاديش وهذه من جهة أخرى نحن نشتري المساعدات ونشتري القافلة نشتري وكل المستلزماتنا من البنجلاديش هذا فيه شقين الشق الأول أنه نعطيه رسالة لدولة بنجلاديش ونقول لها شكرا لأنك حملت إخواننا دعم الاقتصاد البنجالي الذي هو يعاني أصلا يعني كثيرا سكانية كبيرة وموارد قليلة ودولة فقيرة بالنظر إلى ما يعني للجزائر أو للدولة وذاقت ذرعا بما يدخلوها يعني 500 ألف لاجئ فقط من 26 أوت إلى اليوم يعني أكثر من 500 ألف نصف مليون لاجئ داخل دولتها وهي متحمل يعني هذا العب فإحنا كجمعية الأشهد الإصلاح نشتري هذه المساعدات من داخل بنجلاديش ندخلها إلى الغوينغيين على الأقل حتى يعني تكون كائن بعض العمل في داخل بنجلاديش هذا من جهة من جهة ثانية إحنا كجمعية سيرنا عدة قوافل بحكم الآن تجربة لعمرها اليوم 20 أو 20 سنة في جمعية الإصلاح سيرنا عدة قوافل يعني الآن نحن فيه استفدتم من هذا التجارب فيه تواصل والعقبات والعراقية التي يمكن أن تصل إلى مخيمات اللاجئين ومخيمات المصابين وإلى الجوعة وإلى المرضى في أماكن يعني معزولة وبعيدة وفقيرة جدا نقول لك نقول لك في السنوات هذه الأخيرة الجمعية أفوان كانت لها عدة قوافل الإغاثية وإنسانية الدول في داخل إفريقيا وفي خارج يعني دول جوار ودول في آسيا وكان دول في شرق آسيا يعني من باكستان تكلموا عن باكستان تكلموا على مسلمين روينغان تكلموا على سوريا فلسطين الصومال الصحراء الغربية واخران تشاد ويعني هذه الدول كلها كانت فيها قوافل هنا في الجزائر ربما أمور معقدة من ناحية الإجراءات أنك تجمع أموال هنا وتحولها إلى الخارج فيها كثير من الأمور بالنسبة لكم كجمعية يعني هل هذا الرصيد ربما من التجربة ومن التعاون مع السلطات الجزائرية هنا ومع السلطات في البلدان التي تستقبل هذه المساعدات خل الأمور تسير بسلاسة أم أنه في بعض الأحيان تظهر إجراءات وتظهر تعقيدات التي ربما على المستوى الاقتصادي على المستوى الأمني تكون ضرورية في بعض الحالات خلينا أطيلك أخر قافل للغسية تها جمعية الإرشاد بالإصلاح في شهر جويل يوم بداية شهر أوت كانت إلى مخيمة الأفريق في تشاد يعني مخيمة المسلمين في تشاد مع الجهات الرسمية الجزائرية ومع الجهات التشادية وكان فيه تعاون كذلك مع السفير التشادي في السفير الجزائر يعني هنا رسمي مع رسمي لكن أحيانا تتعامل مع الجهات غير رسمية غير حكومية مثل ما يحصل حاليا في أراكان قلت لك الجهات الرسمية في الجزائر الحمد لله لا يوجد تجاوب من طرف الجهات الرسمية الجزائرية حتى لما نمشي لهذه الدول ونمشي لهذه الأماكن فيه مرافقة رسمية فيه مساعدات حتى أنا لما تتهلي الترخيصات ولم تتهلي أخذ التأشيرة ولم تتهلي في هذا البلد يعني أنا نقول لك على تشاد في تشاد يعني السفير الجزائري في تشاد استقبل القافلة استقبل رئيس الجمعية رئيس الهيئة والوفد اللي كان مرافق معه رافقهم كذلك في تقديم المساعدات رافقهم كذلك في الجولة اللي كانت في تشاد فيه مرافقة فعلي وكذلك كانت فيه مساعدات كذلك في ممكن في السنوات الماضية لقوافل داخل الجزائري وحتى خارجنا اليوم ربما بدأت قضية مسلمي أركان ومسلمي بورما بأن تصبح من الأولويات ومن الأحداث الأساسية التي يهتم بها المواطن الجزائري نرى هذا في إعلامنا نرى هذا حتى في وسائل توصي الاجتماعي حتى في الشوارع نتحدث بدأت هذه القضية تطفو على السطح بعدما ربما لسنوات وسنوات وهي تحت نار التعتيم وتحت التجاهل ربما من هذا الطرف كيف يمكن أن نصرف هذا الاهتمام الشعبي إلى اهتمام إنساني إلى مبادرات إنسانية يرعاها المجتمع المدني الجزائري هذا الموضوع المسلمين الروهينغا هو موضوع قديم جديد كيف ذلك؟ هو موضوع قديم في حد ذاته حكم أن هذه الأقلية تضطهد منذ سنوات كثيرة لكن في الجزائر وممكن في الدول العربية جديد بالنسبة لهم لأن الإعلام كان مغطي يعني ما كانت شكاينة صورة حقيقية لما يحدث داخلها داخل ولاية أراكان أو داخل بورما عموما بحكم الانفتاح الإعلامي وبحكم مواقع التواصل الاجتماعي وبحكم القنوات الجزائرية والصحف وغيرها هذا جعل المواطن الجزائري والرأي العام ينظر إلى هذه القضية على أساس أنها قضية إنسانية إسلامية محظى قضية أقلية مسلمة مفطهدة في مجتمع بوذي يرطهد ويريد أن ينهي هذه الأقلية يستأصلها استئصالا تاما فبحكم المجتمع الجزائري نقول لك بعد 28 سنة الآن المجتمع الجزائري نحن نعرفه مليح ويعرفنا مليح المجتمع الجزائري هو مجتمع منفتح على الخير منفتح على المبادرات الخيرية يعني يكفي فقط أن تقنعوا أن فيه قضية عادلة فيه اضطهاد هنا وهناك فيه شعوب يعني مفطهدة شعوب تحتاج المساعدة هو حتى يهب وحتى يكون في صدارة من يدعم وصدارة الأسبوع الماضي الأسبوع الماضي يتصل بأحد المواطنين نحن نشكره على هذا الاتصال يتصل يبكي يقول لي يا أخي والله يقول لي أنا مواطن بسيطة جدا أريد أن أساعده في حملة أساعده بمبلغ زهيد لأنه أنا أرب أسرة عامل لا أستطيع أن أساعد بشيء كبير بزاف قال أنا عندي مبلغ زهيد أريد أن أوصله إلى إخواننا في بورما هذا مواطن أبسط مواطني هذا أبسط يعني مواطن يطيلك ألف دينار ووحد يطيلك خمسمائة دينار ووحد يطيلك ألف دينار ووحد يطيلك عشرة ألاف من حيث العد النقد هي مبالغ بسيطة لكنها من حيث أن إنسان رب عائلة وربما بدخله البسيط هي شيء كبير جدا تدل على اهتمام كبير تدل على أن هذه الأزمة هي تؤلم الجزائري لما يشهدوا شعوبا مسلمة مثلهم تعاني الاضطهاد تعاني الاستئصال تعاني التهجير تعاني مختلف أنواع الجرائم التي نقل بعضها الإعلام وفي بعضها الآخر الجانب الكبير مازال لم ينقل بعض أنا أقول لك أنه توصلنا تقارير عن ما يحدث الداخل تقارير رهيبة جدا عن ما ينكل بالمسلمين أكثر لما تشوفت صورة الفيديوهات التي تنقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكن الحقيقة التي يعيشها لا يقدر حتى المبارقة محمد قاضي أن هذه الجرائم تحصل في بلد بوذي دائما كان يتم نشر في الإعلام أن البوذية ما فيهاش تطرف فيها تسامح لكن للأسف ظهر بعض البوذيين ونحن هنا لن نعمم مثلما نرفض أن نعمم التطرف على الإسلام والمسلمين ظهرت بعض البوذيين المتعصبين الذين يريدون أن يقضوا على جانب كبير من الشعب وفيهم حتى رئيسة وزراء حاصل على جائزة نوبل للسلام وقالت أن ما يحصل ليس إبادة وإنما تعتيم ضد بلادها لا هي مؤخرا نرجع اليوم 26 أوت ما حدث في هذه المرحلة كان هناك جهات مسلحة داخل أركان قاموا بعمليات وتفجيرات وكذا فهذه ممكن نحن لا نعرف هذه الجهات من هي ومن يتبنى هذا الأمر لكن هما رجعوا وكأن كل المسلمين اللي في أركان هم خطر بالنسبة إلى بورما وهذا ما أعطاهم وكأنه غطاء شفاف حتى يبدوا يبيدون فيها ورئيس الوزراء كانت تكلمته وقالت أن ما يحدث هناك ما هو إلا تعتيم إعلامي وحبين أنتم ترجعوا بورما وكأنها دولة تريد أن تبيد الأقليات وإنما لا وإنما صاحبة جائزة نوبل للسلام وإنما لدي مشكلة وإنما أريد تعليش كيف تنظر إلى تلك الصور التي تتناقل عبر وسائل الإعلام فيها إبادة فيها تهتير فيها حرف الأنقرة هي تقول أن هذه الصور هي صور مفبركة أو صور من جهات من أماكن أخرى ربما تواصلت مع مسلمي أركان كيف ينظرون إلى الجزائر من خلال المحادثات التي تمت كيف ينظرون إلى الجزائر إلى شعب الجزائر ربما نحن كمجتمع معلنش بزاهم اللي اسمعنا بيهم وبقضيتهم هل هم فعلا يعيشون نفس هذه العزلة في هذا الوقت السابق علينا ما يعرفوا علينا ما يسمعوا بينا لا أبدا المسلمين في أركان يعرفوا الشعب الجزائري متابعين يعني هم يعرفون ثورة الجزائر يعني الثورة الجزائرية هي الغطاء هي مفتاح أو الغطاء اللي الجزائر كلها يعني نجي بعدها ثورة الجزائرية هم يعرفون أنه هذا الشعب جاهد وناظر من أجل تحرير من أجل تحرير من أجل دفع المستدمر يعرفون عطاء الشعب الجزائري مع فلسطين خصوصا يعني لما تكلم معاه يقول لك نحن ورأينا ما قدمتم في فلسطين ونأمل أن تقدموا لنا مثله في بورما أو في أركان وماذا ينتظرون من الجزائر؟ ينتظرون أول شيء المساعدة والمساندة السياسية والمساندة الإنسانية الآن الحمد لله شفنا الموقف الجزائري المشرف نعم هو موقف مشرف تدعو فيه تدعو فيه بؤسسة المجتمع المدني وإلى هيئة المؤمن المتحدة والمجلس الأمن إلى التدخل وحتى يعني من بين مؤشرات ربما أن الموقف الجزائري حتى في الإعلام الرسمي في الإذاعة الجزائرية في تلفزيون الجزائري أصبحنا نرى تواجد القضية البورمية يعني صورة كبيرة وإشارة كبيرة إلى الجانب الإنساني وهنا مش بعيد على الجزائر يعني كسلطة يعني دايما الجزائر مع الشعوب المضطهدة والشعوب الفقيرة نعم هذا شيء واضح محمد قادر ربما سؤال آخر هذه المرة ليس لا يتعلق بقضية بورما تحديدا أو التضامن مع مسلمي أركان تحديدا اليوم كثرة القضايا التي تحتاج إلى مساندة والتي تحتاج إلى مرافقة إنسانية وإلى تطوع إنساني وإعلى أعمال إغاثية عندنا بورما عندنا الصحراء الغربية عندنا ربما إخواننا في تشاد والنيجر ومالي أحيانا يعانون من ظروف عندنا فلسطين وغزة عندنا الشعب السوري وعندنا اليمن وعندنا 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 هذه القضايا الكبيرة أليست ربما تتخليكم يعني مستنزفين وتنقص النجاعة يعني المفروض أني عندي مليون دولار مليون دولار مدهم مساعدات عينية وغذائية وأدوية إلى هذه القضية تصبح موزعة إلى عديد الجهات أنتم كمنظمات تعنى بالعمل الخيري والإنساني هذه السنوات الأخيرة صعبة جدا بسم الله الرحمن الرحيم نعد لما نتكلم على هذا الأمر هو حقيقة أنه يتعب كثيرا للمنظمات المجتمعية إحنا الآن في جمعية استنفار كبير بعد ما رأينا ما يحدث اليوم في الدول العربية وما يحدث حتى داخل جزائر فيها أزمات كبيرة يعني أزمات الأزمة الاقتصادية الأخيرة يعني شكلت بالنسبة للمواطن البسيط يعني الجمعية في سنة 2009 أسست هيئة اسمتها هيئة الإغاثة الجزائرية هذه الهيئة هي تهتم بإغاثة هذه الدول من جهة وتهتم كذلك بالإغاثة داخل الجزائر الجمعية تعمل على الجانب الاجتماعي الجانب التربوي الجانب الثقافي الجانب الاجتماعي داخل الجزائر تقوم عن لديها مشاريع قارة من كفالة أيتام وكفالة أسر محتاجة وأسر منتجة وملافقة شباب وطلبة وكناك كذلك مشاريع مناسباتية مثل عيد الأضحة هنا مؤخرا في عيد الأضحة المبارك فيه أكثر من 140 طن وزع تعلوحوم وفيه أكثر من 230 أضحية وهذا داخل الجزائر أما في الخارج الآن هيئة الإغاثة الجزائرية عندها الآن مشاريع في هذه الدول نحن ندرس هذه المشاريع في كل جهة محمد قاضي رسالتك إلى المجتمع الجزائري اللي رأي شهد فينا حاليا إذا هذه القضايا قضايا بورما قضايا فلسطين قضايا كثيرة عادلة يعني الحمد لله الجزائر تقف معها سياسيا ودبلوماسيا وأيضا أنتم كجمعيات إغاثية ومجتمع مدني تقف مع هذه القضايا إغاثيا وإنسانيا ما هي رسالتك للمجتمع حتى يكون فاعل حتى أن هذا التضامن يكون عنده طريق عملي وإنساني أكثر نجاع رسالتنا كجمعية أشهد الإصلاح وإحنا في عمرنا اليوم 28 سنة لأن الجمعية الآن تحتفظ بإذكار 28 لا الجمعية نعم الجمعية الآن هي في قمة عطائها الجمعية في قمة عطائها هذا العطاء لم يتوقف الحمد لله من طيلة 28 سنة يعني من وقت شيخ محمد المواطن المواطن هو في حد ذاته هو الذي يساهم في بقاء جمعية الأشهد الإصلاح هو الذي يساهم في تنفيذ هذه المشاريع احنا هذا المشروع نجيبوه احنا مشروع بورما مشروع مشروع مينمار مسلمي روهينغا او مشروع فلسطين او المدارس التي نشأتها الجمعية في الصحة الغربية او في صومال او في فلسطين هي مشاريع احنا جبناها هذه المشاريع لكن المحسن او المنفذ لهذه المشاريع هو الشعب الجزائري يعني اللي يعطيني خمسين دينار ونزيد لها 50 دينار أخرى و1000 دينار ومليون سنتيم يعني المثال يقول الجبال من الحصى وكذلك هذه المشاريع الكبرى التي تشوفوها والتي تنفذها جمعية الشرق هي من هذه المساعدات لكنها جزء من مشروع كبير نعم هذه المساعدات وهذه التبرعات التي توصلنا على صغرها وعلى كبرها هذه لما تجمع كلها ستبني مستشفيات ستبني مساعدات ستقدم كذلك مساعدات أنا رسالتي الأخيرة للمجتمع الجزائري عدنا هذه القافلة ستمشي إلى إخواننا المسلمين المضطهدين في بورما رسالتنا هي أن نعطي رسالة مشرفة لهذه الناس ونوقف معهم ماديا ومعنويا إن شاء الله بكل توفيق لكم جمعية الإرشاد والإصلاح ولكل جمعيات الإنسانية والخيرية هنا في الجزائر سيد محمد قابي المكلب الإعلام على مستمتعيات الإرشاد والإصلاح أشكرك على المشاركة وألقيت الضوء على بعضا من قضية بورما وعلى بعضا من الجهد الإنساني الجزائري هذا أقل شيء ممكن نستطيع أن نقدمه لإخواننا إن شاء الله أشكرك جزيلا شكر شكر موصولا لكم مشاهدين الكرام نهاية حلقة اليوم السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة